اكد سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ان مملكة البحرين ماضية في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة وتعزيز دوره الرائد في جعل البحرين مركزا للتميز في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وشدد سعادته خلال الاجاز الاعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة ضمن سلسلة الاجازات الحكومية التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي اكد ان الهيئة تمضي بثبات لتحقيق الاجندة الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلالهما كأحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية التنموية وقدم سعادته خلال الاجاز شرحا مفصلا للخطة الوطنية للطاقة المستدامة مبينا لانجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين حيث صلت الضوء على اهم وابرز المبادرات والسياسات المتضمنة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة واضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة بانه تم البدء في انجاز عدة مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة على وجه الخصوص بالاضافة الى موافقة جهات عليا على عدد من المشاريع التي ستدخل حيز تنفيذ خلال العام الجاري والعام المقبل الى جانب تبني الحكومة مبادرات ومقترحات قدمتها هيئة الطاقة المستدامة للتغلب على تحديات محدودية المساحة اشتركوا في القناة